فالزوجة تقول لي زوجة بوضوح أنا شايفة قدي إيه أنت بتتعب علشان وأنا عارفة إنك عندك مهارات كتير أو طموح ولكن أنا عايزة كمان وأنا عارفة إن أنت تقدر تعمل أحسن من كده وتطور من نفسك وأنا هفضل في ظهرك وساعدك عشان نوصل لمستقبل أحسن ليك واللي أولادنا يا سلام لما هو يسمع كده هو محتاج إيه أكثر من كده الحاجة الرابعة الصبر لازم نفهم إن التغيير بيجي بالسعي والسعي بياخد وقت السعي السمرة بتاعتهم ما بتطلعش فيهم وليلة لكنه لازم ياخد مجهود وياخد وقت وعلى فكرة من أحلى الحاجات إن الناس بتندق مع بعض وإن ربنا بتجيهم السمرة فيحس إنهم زرعوا وحصدوا ويحسوا إن حياتهم مع بعض لها إيمة لو كانت الحاجات بتزهر في لحظة على طول مش هنشعر بإيمة الجواز مع بعض مش هنشعر بإن كل واحد فينا بيضيف قيمة إضافية للتاني فعلى كل واحد من الزوجين إنه يسعى بصبر صبر شوية أنا الأنا من الرحمن والعجلة من الشيطان واستعجال النتائج ليس من شيمة الحكماء والعقلاء رقم خمسة الرضا يا سلام على الرضا الزواجي الرضا الزواجي ده بتحاجة عجيبة في الحياة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أحلى كلام ارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس ما كانش يقصد منع الحركة والطموح والسعي لكن المقصود هو أن أنت وبتنطلق وبتسعى ترضى باللي ربنا سبحانه وتعالى بيأسمه لك لأن عطاء الله سبحانه وتعالى لما ترضى بالعطاء الله سبحانه وتعالى اللي أسمه لك تحس بوسع الله وفتكروا دايما حديث حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن المؤمنة إن كان يهمنها خلقا راضيها راضيها منها الآخر مش لازم شريك الحياة يكون نسخة من توقعاتك اللي أنت بنيتيها وحطتيها على مر الوقت وهي بعيدة عن الواقع أنت اللي عملتيها بنفسك والوحدك وحاول دايما تشوف فيها الصفات الحلوة أنت كمان لازم تشوف فيها الصفات الحلوة وتبني عليها وتكبرها وكمان يا سلام لو أن التواصل ده كل واحد فينا بيعرف اللغة اللطيفة اللي بيحبها شريك الحياة ويكلم بيها يكلم بالوقت اللي بيخليه مياه ويقعد معاه وقت رائع باصص في عينيها مواسك في إيديها وكمان بيقول لها الكلام اللي بتحبه ده ست الحياة دي هو دات اللي بيكون في التواصل الرشيد في الحالة اللي احنا فيها دي بالذات لكن ممكن كمان نقول إجراءات ممكن تساعدنا بشكل كبير جدا 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 أن احنا نكون أفضل في حل المشكلة دي أول حاجة احنا محتاجين جلسة مكشفة نتكلم فيها عن المشكلة بشكل واضح ومراعي لمشاعر بعض نقعد كده نص ساعة ساعة بنتكلم في المشكلة وكل واحد فينا يقول اللي عنده تاني حاجة تاني إجراءه ده إجراءه مهم جدا جدا نزيل التراكمات كل التراكمات أي سلبيات شفناها مع بعض ومن بعض نحاول نعمل إيه نزلها نشوف نتفق على طريقة نزلها بيها وكمان نزحها ونعمل حاجة اسمها قانون الإزاحة نزحها بشيء من الإيجابيات ما نروحش بقى إن إحنا نقوله وده يتصلح إزاي يتصلح بالإيجابات إن الحسنات ويزي بن السيئات الحاجة التالتة ودي شيء مهم جدا إن إحنا لا نتوقف أبدا عن التواصل التواصل الدائم والحديث عن المستقبل والسعادة ونخطط مع بعض لتحسين مستقبلنا الأسري وكل واحد فينا لازم بشكل واضح في اللي إحنا بنقوله ده يبدي دائما التمسك الدائم بشريك حياته وكمان في إجراء مهم جدا إن كل واحد فينا يبدي استعداده إنه يتغير مش عشان إن شريك حياته ملكه ولا إنه عبد عنده يتحكم في حياته ويغيرها ولكن هو بيعمل كده عشان الإنسان لازم يترقى لازم يترقى الإنسان من كان يومه كأمسه فهو مغبون إحنا لازم نترقى كمان لإن إحنا مش بنترقى عشان شريك حياتنا بيملكنا لكن هذا مقتضع حسن العشرة مين قال يا سادة إن حسن العشرة إن إحنا نفضل محلك سر حسن العشرة يقتضي إن كل واحد فينا يستثمر اللي عنده ونرتقي معا الحياة من غير نضوج ومن غير تقدم وخاصة الحياة الزوجية ملهاش طعم لإن طعم طعم النعمة يظهر لما تستثمرها تعالوا نستثمر النعم اللي عندنا ونترقى مش عشان إحنا عايزين نعجب حده إن كان ده هدف نبيل لكن وخاصة في الحياة الزوجية لكن إحنا بنعمل ده عشان ده مقتضى حسن العشرة العشرة ما بتوقفش العشرة معناها إن كل واحد فينا بيساعد التاني إن هو يتقدم ويبقى أحسن وده اللي يخلي كل واحد فينا بيتعشق في حياة التاني وكل واحد فينا يقدر هو في حياته يشوف التاني كان حاضر فين في أوقات نجاحه وأوقات ساعدته وأوهد هناء يا رب هنينة واجعل بيوتنا دائما في خير وبركة ونعمة واجعلنا يا رب دائما من أهل جبر الخاطر ومحدش فينا يكسر خاطر حبيبه بالعكس يكون سبب من أسباب ترقيه ووصوله لكل المعاني الجليلة ويعيشه ونعيش دائما يا رب في نعمة وفي مواد ده وفي رحمة وفي وسع بمددك لنا يا رب العالمين اشتركوا في القناة